تابعت الحقيقة الدولية انتشار الزيت المخشوش في محافظة جرش بعد تلقيها عدة شكاوى من مواطنين حيث قال أحد أصحاب المعاصر إن هؤلاء الأشخاص يقومون بخلط زيت الزيتون بزيت الصوية ومثلما بيع بأسعار زهدة بالنسبة لقشة الزيت من باب عمال للقاعدة إلى فوق على طريق عجلون اللي على الشوارع بحطوا زيت الزيتون هذا الزيت مش مضمون كيف بدك تفحصه؟ كيف بدك تعرف؟ قدش التنكة بقوله بـ 50 ليرة قدش التنكة بقوله بـ 45 ليرة تنكة الزيت الحقيقية حقها 75 لـ 80 دينار شايف علي بعرضوا على الشاشات التلفزيون تنكة الزيت بـ 45 دينار تنكة الزيت بتكلف على المزارع 40 دينار تيسكر غطاءها كيف بدك بيحب 40 دينار؟ يعني نفس المواطن اللي بيشتري لازم يفرّق هذا الحقيقي لما بتيجي على المواطن بيقولوا هاي تنكة زيت بـ 50 دينار والآن سعر الزيت بـ 80 دينار والغش معروف يعني بالسبغات والصوية وبنتشر الناس الآن بالطرق انه حاطلك معاك عشرين تنكت الزيت بخمسي لير قبل موسم الزيتون كانوا معلنين عشرية انه تنكت الزيت بعجلون باربعين دينار حكيت مع نفس الرقم قلت له قديش عندك كم تنكت قال لي عندي متين واربعين تنكة كل معاصل الاردن بجوز كل الاردن ما كانش فيها متين واربعين تنكت الزيت صح الا انه كان هذا الزيت مخشوش مية بالمية قبل الموسم كانت الناس الدورة دورها عام 85 ومش مناقين الزيت وهو كان معلنين 40 دينار انا حكيت مع نفس الرقم قل لي عندي متين واربعين تنكت الزيت رقم هذا كل الحجي غلط مخشوش مستحية احد المزارعين قال ان البعض قام باضافة مادة الصبغة لزيت القلي وبيعه على انه زيت زيتون صافي وبيعه باسعار زهيدة ايضا احنا طبعا موسم الزيتون مفرط الزيتون كل واحد هو ولاده اهله ومنجمحهم ومنجيبهم للمعصرة وصار انه المواطن بطل يقدر يبيع زيتات ولا يقدر يتصرف بيهم لانه من الغش اللي صار في هالمنطقة وغير المنطقة الاردن كل هاليوم صارت غش بالزيت صاروا حجود زيت سغيا ويخلطوه ويبيعه للمواطنين واحنا المواطنين اللي بنبيع التنكب 60 و70 لارة ما ظلش لنا دور انبيع اللي بيبيع ب40 لارة كيف بد يشتري مننا ب70 لارة كان معكم عيسى المقابلين حقيقة دولية ومحافظة جرش بلدة ريمون شكرا شكرا